الحديث أكثر عن ملف تحويل الحليب من الأكياس البلاستيكية إلى الورقية نسعد باستضافة سيد رياضة جدار عضو المنظمة الوطنية لحماية أرشاد المستهلك صباحك سيد أهلا بك مهنور وشكرا عن استضافة إذن الحكومة تطمئن عن سعر علب الحليب بعد أن تم الإقرار بأنه سيتم تحويلها إلى علب بلاستيكية من البلاستيك إلى علب كارتونية جيد كيف تقرؤون هذا القرار نحن كمورظمة وطنية لحماية أرشاد المستهلك وبعد القرار استبداد الأكياس البلاستيكية الكارتونية نتخوف من حاجة فقط هي إما نقص الكمية أو زيادة الثمن نعرف أن هذه المادة هي مادة مقننة واسعة الاستهلك يستهلكها الفقير وخاصة المحدودية الأجر أو مادة الحليب التي تشتهرها في البلاستيك كذلك الحكومة التي في هذه الحالة هذه عندها خيارين ما عندها أكثر من خيارين إما أنها تقوم بزيادة الحليب أو بهذا لأن تكلفة الحليب في العلب تزيد أو ترتفع نعرف بأن هناك تكاليف أخرى وبهذا نغير المرسوم التنفيذي الذي هو 16.65 لتغير والذي تغير في هذا المرسوم الذي كان قبل 051 في شهر أكتوبر 2016 وبهذا زيادة التكلفة أو التكلفة التعليب التي تقدر ممكن أنها في المادة القاسر أنها الدولة تقدر تكون هذه التكاليفة تغطى لكن في المادة الطويل هل تقدر تغطيها أو تغطيش؟ هذا هو المشكل أو نقص الكمية إذا كانت الكمية الحليب التي تغطيها أو تغطي قالوا أنها ليست المادة فقط المادة الحليب الموجهة كحليب بقر هي التي توضع هذا نعرف بأننا لدينا حصص نستورد حصص من البودرة الحصص هذه المستوردة تنقص إذا نقصنا الحصص سيؤثر هذا على نسبة الكمية ونزيد ونشوف طوابير أخرى على الحليب ونشهدوها بعد ما كانت في 15 يوم اللي فاتت كانت طوابير على الحليب ومشكلة ندرة الحليب طيب كما نعلم أن الحكومة طبأنت عن رفع الأسعار هل بإمكاننا حقيقة الوثوق بالمسؤولين بأن الأسعار لن تزيد عن سعر 25 دينار كما هو الآن نرى الحل أو نوثقه لما تخوش نرى أن مشكلة الحليب أو مشكلة الثامن مشكلة ممكن أن نتغطيها الحكومة في الظرف القصير أو الظرف الحالي بصحة في الظرف الطويل لا نقدره أنا كنت شوفه كمية درت عملية حسابية شوف هناك في مرضمة حماية إرشاد المستهلك يعني مدى طويل أن السعر سعر التعليب يوصل حتى 32 دينار سعر معدى اعتساب الشحن وعملية الشحن تصل حتى العلبة تصل هنا تكلف تصل حتى 32 دينار يعني هنا تتحدث عن زيادة في المصاريف بالتعليب لأنها أكيد أنها تكلف أختي لم إس euحبيت أن نذكرة بك ب预 달�ي أن هذي المصاريف هذي التعليب أو حالي في البلاستيك أو في الولايات الحدلة الأمريكية في الصين في كذلك في الهند يستعملون أكياس بلاستيكية لا ننقول فقط الأكياس البلاستيكية المكونات تع العلب هذه في المكونات تع العلب لج projector لجب доступ أن يكون البلاستيك أو مادة البولي المادة البولي هي نفسها موجودة في البلاستيك. العلب هذه تروجت في دول دانيمارك والنرويج والسويد. لقد لقوا عيوب دراسة حديثة التي يرونها في الانترنت. لقد قوا عيوب في هذه التعليب. ليس نشيروا مصانع وقاموا تخلصوا بالمصانع بها لتدخلوا تكنولوجيا جديدة. والتي زادوا مواد أخرى في مادة البلاستيك. لنضروا ونسمموا المستهلك. مادة البلاستيك يجب أن تكون في العلب. ووجب أن تكون في العلب لكي تحمي هذه العلبة. إذا تسرب بعض المختصين يخافوا من تسرب هذه المادة إذا تسربت هذه المادة من البلاستيك وخاصة من الغيراء الموجود في الطبقة لأننا نعرف بالليان الغلاف تكون من خمسة طبقات الكارتون. إذا تسرب من الغيراء يصبح مادة سامة. معناها إذا خفنا على المستهلك وحبنا نعطيه له في علبة أن نحافظه على الصحة نستطيع أن نسممه بهذه العلب. إذا كانت العلب هذه غير مراقبة أو غير موظبة بطرق تكنولوجية. يعني أنت الآن تتحدث عن المحافظة على صحة المستهلك. طيب التغيير من البلاستيك إلى العلبة الكارتونية هل هي خطوة إضافية وإيجابية للحفاظ على سلامة المستهلك؟ هناك مرضمة وطنية لحماية المستهلك لا يوجد ضد هذه. كان يقول لك القول التعب لأننا نحاول ضد التعليب. لا. نحاول أن نحافظ على حماية المستهلك. إذا حميت المستهلك تصحته معناها إذا كانت عيب في البلاستيك يقولون ناظرك يخرجون يقولون التقارب لأن البلاستيك هذا الذي فيه عين. ليس هناك تقارب يقول أن البلاستيك ممنوع. نشوف في الولايات الأمريكية الصين الهند مازال يستعمل بلاستيك حتى في العلب ذاتها لازم فيها المادة البولين البولين لازم تحفظ الحليب. الحليب لازم نوح مادة البولين المادة البولين تختلف فقط كينا بولي إيستر كينا بوليرين عدة تسميات أو عدة إضافات في الولايات لكن البولين هذه تبقى دائما لاسقا في المنظمة أو في مهدواء بلاستيك. يعني العلب تستطيع أن تسبب ضرر للمستهلك؟ لا مش في الضرر أن العلب إذا كانت فيها بعض إذا كانت تغليف هذه العلب أو توظيب هذه العلب كان فيه خطأ أو في المصانع أو أي خطأ فقط خاصة في مادة الغيراء التي تضاف إلى هذه المادة هذه يكون تسمم مباشرة تسمم بالعكس إذا كانت بلاستيك كلام بوليرين مباشرة ما يكون هناك إذا نعرف بلي أنا هذا يكون مصنع مصنع هذا رأي يكون ممكن يكون في بعض الاخطاء أو لبعض الهفوات المصنع إذا كانت فقط تسيب للغيراء لأن هذه مادة الغيراء مادة سامة إذا تسيبت مباشرة سيكون تسمم هذولين تخوفوا فيه وكذلك الكميات إذا كانت الكمية الموجهة لأن الكمية الموجهة للتعليب سيقولوا ستكون تدريجية معناها ستكون خوفا من زيادة التكلفة إذا نقص الكمية ستتأثر أنا نعرف بلي كان موجود طبقة كبيرة أو محدودية أو محدودية الأجر لإستهلكوا هذه المادة المقننة وهي مادة أساسية واسعة لإستهلك صحيح طيب إذا ما هي المعايير التي يجب اتباعها في تصنيع هذه العلب شوف إذا تم فعلا إقرار هذا شوف قامت شوف السويد والنرويج والدانيمارك قامت بإضافة مادة أساسية هي مادة الكاربون ومادة الكارسيوم في مادة البولين باش ميكونش هناك تسمم في البلاستيك أو البلاستيك اللي يغطي العلب هذه إضافات تكنولوجية حديثة قاموا بها وقدروا أنه يتكون يتنقص الجوانب العكسية والسلبية لإستيلك هذه المادة هذا حاجة إيجابية بالصحي دائما يبقى التكلفة تزيد لأن كل ما تزيد إضافة التعليم ستزيد المكونات ستزيد كثير نزيد إضافة أخرى أنا لبالكم بأن هذه التكنولوجيا ليست متحكمين فيها سنزيد تكلفة أخرى لتكلفة للخزينة إضافة إلى التعليم وإضافة إلى زيدة المكونات نستوردوها من الخارج إذا كنا نحن تحكمين تكنولوجيا وتحكمين هناك مكونات مواد أولية في التعليم مرحبا إذا كانت هناك تعليم هذا نزيد نجيبوه من الخارج معناها نزيد وتعرفوا بأنه إسعار الصرف وإسعار بيترول وإسعار من الخازين نحطوا عن تقشف ونحطوا على أزمة مالية نزيدوا مباشرة إذا معناها نزيدوا نعطيك تكلفة أخرى إضافة أخرى نحن استغربنا كموضم حماية مباشرة نخرج أنا كانت صراح صح طيب على أي أساس جاهد القرار هو قرار أنا سمعت هذا القرار أنه جاء من عند الوزير الأول سنتين قبل في المشروع كأنه يقوم بأنه تعليم لكنه بضيت جسد في هذه السنة مباشرة بعد آخر بعد الشركات لنا على البن أبريكين بعد الشركات تحبى تزيد من ربحية تحها وعطتنا واحدة سبغة جديدة بللي أن نحن نعلبوا الكارتون باش تزيد الأربح هذا فقط هذا ما كان شيء أخرى لأن مادة الحالية في الولايات المالكية في الصين في الهين ما زالت تقتنى على أساس أنها أكيس بلاستيكية يعني أمر عادي أمر عادي وما زال ما كان هناك خطورة صح كان خطورة في المادة الطويل معنى إذا يتقبقى في الكيس البلاستيكي أشيعة الشمس وعدة عوامل أخرى يتحكم فيها هذه الليجانب البيولوجي معنى هذا الممكن أنها تحلل هذه المادة بصح إذا كانت نعرف أن الحاليب يقتنى طاضجا ويستهلك ويستهلك المدة تستهلك وما تكثر إلى يومين أو ثلاث أيام في ظروف طبيعية معينة إما إذا كانت الظروف أخرى زيدة تقدر تكون حاجة سلبية لهذا الأمنتوش نحن كمنظمة مستهلك استغربنا لهذا يعني أنتم لاتش وثمينون هذا نشوف نحن نثمنوه نحن مع زياد طرفه مستهلك نحن نشوف سحكي واحد يدي في الكارتون ما هو شي يدي فيه لكن نحن مانش ضد هذا القرار نحن ضد إذا كانت هذه المصانع هذه وعدنا مصانع محلية جزائرية ونثقوا فيها وتكنولوجيا حديثة ونثقوا فيها مرحبا بها إذن نجد ننبورتي والكارتون والمواد الأخرى وكذلك التقنيين وعندنا خبرات تتع تقنيين نحن حب هذا الإشكالية تبقى أو سؤال مطروح كيف تستطيع الدولة تحسين جودة التعلب وضمان أيضا نفس سعر الحليب الذي هو 25 دي نحن شوف هو الحل بين إذا قمنا أو إذا صرفنا هذه الأموال يحبين نصرفوهم الملايير والدولارات يحبين نصرفوهم على المدى التعليب أو هذه التعليب نروح نديره ونشئه مصانع للتحويل أو جشفيف الحليب هذا أحسن لدعم الحليب هذا أحسن من أننا نعلبه نتحكمه في المواد الأساسية هذه نحن نرى نشوفه بعض المنتجين الحليب حديثا أنهم يشكيوا بأن المدى ينتجوها وما يلقو يختانيها إذا قمنا بإنشاء مصانع تحويل أو مصانع صناعية تحويلية التي تشفف في الحالي هذا بالعكس نقضيه على استيراد هذه المادة الغبرة هذه هنا نشوفه بعض الكميات الغبرة هذه هناك احتيال كبير في المادة الغبرة هذه لماذا هناك فراء قانوني أو في المرسم التنفيذي الذي يحدد تحويل هذه المادة هذه في الياؤورت في الكران فراش في الجبن هذه تتحول كميات خاصة في المالابن الخاصة تقوم بتحويل هذه المادة كان مادة أخرى يقول الحكومة بلينا نظفتها كمادة النشاء هل هذه المادة النشاء التي تمنع من أن يكون هناك أو يكون هناك تحويل إلى جبن أو إلى الياؤورت أو إلى مواد أخرى هل هذه المادة هذه تضاف في أثناء الإنتاج أو قبل الإنتاج أو بعد الإنتاج هذا هو المشكلة إذا كانت قبل معناها نقضينا على هذه المافيا التي تحولها إذا كان في أثناء أو أخرى تكون هناك تلعبات في الكمية أو الكميات أنا دائما نشوف ندرد حتى بالنسبة المادة المستوردة طيب ونحط على جودة الحليب في الجزائر في تقارير إعلامية كثيرة تقول أن جودة الحليب أو الملبنات التي تنتج الحليب دون وعية رديئة أقرب إلى الماء حتى لما تشوف الحليب هو أقرب إلى الماء أين هي الرقابة من كل هذا؟ هناك رقابة لأننا نبحث عن العلب وتحويل من البلاستيك إلى العلب أين هي الرقابة خاصة لما نشوف الحليب وكأنه يعني زدوا فيها الماء حتى يعني تدوق ريحة حقيقة المستهلكين دائما يشكيون منظمة الوطنية المستهلكين دائما يشكيون ويبعثون رأسائل ويبعثون كذلك صور حقيقية لأنها تلعب خاصة في الملاب الخاصة يقوموا بتلعبات هذا غش لهذا لم يكن مخابر لأن لازم تكون مدرية التجارة لازم تكون عندها مخابر على 48 ولاية لأن إذا استكشف هذا دائما لأن الخاصة المواد الأولية خاصة مادة أولية مقننة معناها مدعمة من عند الطرف الدولة كما هي كما تحمل نقوم بها كمنظمة مادة الساميل تلاحظ الفرق بين الحليب تحس بالفرق بين الحليب في البلاستيك والحليب في العلب فرق كبير بين الحليب نختار نحن موضوع تحميل المستهلك يعطينا الغبرة لأن لم يكن بطاقية وطنية أو بطاقية وطنية تضبط هذا المستهلك هذا المحدود للأجر لا يمكن أن يشير الحليب له إذا كان يعطينا الحليب يعطينا غبرة وخلونا نخلطه هذا هو الحل إذا كان هنا لأن المافيا موجودة الخواص دايما الخاص دايما يحب لا يضع على كأن فئات أخرى تقوم بمجهودات ولا تحل لكن هناك من يحاول نغش لأن تعظيم الربح هذه الأساس الذي يقوم عليه كان نقطة إضافية المنظمة أو المنظمة الوطنية لحماية المستهلك دايما نرى نكفح من أجل محدودين أجر أو محدودين المستهلكين لما يقدرون يشريون المواد هذه المدعمة ستستفاد منها مافيا هي التي تقوم وتنشأ هذه الأزمات الأزمات هذه لا تجيش فقط من أساس من جانبكم هل تختم إجراءات حتى تحرب هذه المافيا أو حتى توجه بينات أو تقارير السلطات المعنية نحن دايما عندنا تقارير نقدمها لوزارة التجارة ووزارة الفلاحة هناك تجاوبة ورد من طرف السلطات في بعض الحالات يتجاوبون يخرجون بصح الحالات هذه الخروج للمديرية التجارة يكون بطئ يتعفو الإجراءات الإدارية وكذلك المخابر حتى من العيد اللي فات حتى اليوم المشكلة تعفو اللحم أو الدحوم مازال لا يخرج للتقارير لأن المخابر لا يوجد مخابر في المستوى لهذا هو التباعد الكبير الذي نتخوفه لأن خطنت سيتسمى من المستهلك حتى يصل الفاس في الرأس حتى يقول بالإخلاص بالإراء أوكين هناك أوكين هناك مافيا في الأخير فقط هل تقبلتم هذه الفكرة تحويل للحليب من البلاستيك للعلب الكارتونية سوف نزيد نعود المنظمة الوطنية لحماية إرشاد المستهلك ومحيطه ليست ضد تعليب الحليب فقط أو في الكارتون إذا عندنا مصانع محلية هنا تتحكم في تصنيع هذه العلب وعندنا مخابر وطنية تتمكن قادرة على مراقبة تحويل هذه الكميات تعلق الحليب أو جودة هذا الكارتون هذا مرحبا ومجيدش كذلك مجيدش من تكلفة أو تكلفة التي تختنى بها المتضرين التكلفة يا إما الدولة يا إما المواطن وإذا الضر المواطن سينظهر المستهلك ومحدود الأجر والقاعدة التي تستهلك هذه المادة المدعمة هذه قاعدة كبيرة وصلت حتى 85% لا يستطيع تشري الحليب الكارتون أو موجود الحليب الكارتون في بعدة ماركات حاليا موجود 8 تا أو أكبر 90 دينار جزائري يعني لا يستطيع المسلك الجزائري لا يستطيع شريه لأن الأفراد الموجودة في الجزائر بين 3 إلى 4 إلى 5 أفراد متوسط في العائلة لا يستطيع يشري الحليب يوميا لأن هذه الحليب تستهلك يوميا وضعنا للمستهلك وضعنا خط 33 11 يقدم أي تبليغات أي مشاكل خاصة في الحملة التي وضعنا منها من 1 إلى 2 إلى 2016 وهي حملة السميدة وهي كذلك مادة من مواد المستهلكة هي الحليب المدعم ويقدم الشكاوية وفي أي مجال أو في الموقع صفحات التواصل الاجتماعي منظمة الوطنية لحماية وإجهة المستهلك نعم وصلت الرسالة شكرا جزيلا لك سير رياض جدار عضو المنظمة الوطنية لحماية ورجاء المستهلك كنتم شكرا جزيلا لك شكرا عمو المنظمة لحماية مستهلك